صباح خير محور مهمه هو كبري الجامعة في منطقة الجيزة وزي ما احنا شايفين انه كبري الجامعة كان دايما بيبقى فيه زحام في هذه الساعات بسبب انه كان فيه جامعة لكن دلوقتي بدأت فترة الأجازات والامتحانات خلصت فزي ما احنا شايفين انه فيه سيولة مررية في الاتجاهين سواء اللي رايح على الجامعة واللي جاي من الجامعة ورايح على منطقة المانيال لو نزلنا هنا ده طبعا مدان النهضة المؤدي لجامعة القاهرة والمكمل لكبري الجامعة اللي كنا بنبص عليه الاتجاه اللي رايح لجامعة القاهرة هلاقي انه فيه سيولة مررية برضو القادم من جامعة القاهرة ورايح على كبري الجامعة وداخل عند شارع مجلس الدولة او رايح على شارع النيل هللاقي انه فيه سيولة مررية ايضا مفيش اي مشاكل فيه هذا النطاق لو هنروح لاتجاه اخر وهي مكان اخر وده طبعا مدان الرماية طبعا مدان الرماية هنا دي اعمال مترو الرماية الجديد اللي هيتعامل خلال الفترة الجاية واللي هيتم افتتاحه ان شاء الله عن قريب وده اتجاه طبعا السادس من اكتوبر زي ما احنا شايفين هللاقي انه فيه سيولة مررية ايضا القادة من اكتوبر وطرق الفايوم هللاقي انه فيه سيولة مررية كويسة جدا الصبح دايما برضو كوبري 15 مايو هو من المحاول المهمة اللي دايما بيكون فيها بعض الكثفات المررية لو الناس رايح اشغالها او القادم من اكتوبر ونازل على مناطق القاهرة والمهندسين اللي بيكون فيه كثفات مررية لكن زي ما احنا شايفين ان كوبري 15 مايو في الاتجاهين فيه سيولة مررية سواء القادم من اكتوبر او محو 26 يوليو ورايح على المهندسين والعكس وده طبعا الاتجاه القادم او الرايح ليه شارع احمد عرابي هللا انه برضو فيه سيولة مررية في هذه المنطقة لكن جوه هنا فيه بدأت تظهر بعض الكثفات المررية ده نتيجة انه فيه لسه اعمال انشاء مترو احمد عرابي الجديد والقادم من احمد عرابي داخل على جامعة الدول العربية هللا انه برضو فيه سيولة مررية وما فيش اي مشاكل اتجاه اخر وهو مدان الجلاء مدان الجلاء هو مدان المؤدي ليه شارع التحرير وايضا ليه كبري اصل النيل هلانه برضو فيه سيولة مررية فيه كل اتجاهات مدان الجلاء سواء لداخل شارع التحرير او لراحل شارع مجلس الدولة او المتاجه لكبري اصل النيل ليس اي مشاكل وطبعا من المهم انها نذكر كبري اكتوبر في هذا الاتجاه كبري اكتوبر الاتجاه اللي راح للقاهرة فيه سيولة مررية مفهوش اي مشاكل في قادم من القاهرة ورايح على الجيزة ايضا سيولة مررية لكن هنا هتبدأ تظهر بعض الكثافات المررية او الاحجام المررية في اتجاه القاهرة مع الوقت لكن لحد الوقتي الطريق ماشي بشكل كويس جدا وسالس جدا اخيرا معنا اخر كاميرتين واخر اتجاهتين ودا كبري اجيزة المعدني المودي لشارع مراد وجامعة القاهرة الآن في سيولة مررية في كافة منازل كبري اجيزة المعدنية مفيش اي مشاكل وايضا الاتجاه القادم هنا عند كبري اجيزة ومتجه لشارع الهرم في سيولة مررية مافيش اي مشاكل واخيرا معنا شارع سروت شارع سروت شارع هو الشارع اللي بيمر جمع القاهرة دي جمع Junge القاهرة زي ما احنا شايفين ده محور صفت بعد ما الناس بتنزل هنا بدأت تظهر احجام مررية عند محور صفت ناخد بلنا من هذه المنطقة انه بدأت تظهر احجام مررية الناس من محور صفت راح على شرعة سروة فالساعات الجاية هيكون اكثر ازدحاما لكن اتجاه الاخر قادم من جامعة القاهرة ورايح على محور صفت مفهوش اي مشاكل فناخد بلنا من هذا الاتجاه لكن بشكل عام زي ما احنا شوفنا في سيولة مررية الاخير بنتمنى السلام على الجميع